من اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أخذت مصر على عاتقها بذل كل الجهود لحل الأزمة في أسرع وقت ممكن الحقيقة أن الجهود المصرية والدعم المصري كان هو الأهم والأكبر والأسرع على كافة المستويات وكانت الوساطة المصرية هي الأكثر تأثيرا نجحت مصر في إدخال القدر الأكبر من المساعدات الإنسانية وإقرار الهدنة على مدار يومين إضافية صحيح يعني على مدار خمسين يوم الحقيقة الدولة المصرية كانت بتتخذ قرارات حاسمة ومواقف وضحة للعالم أجمع نتعرف على تفاصيل الدعم المصري خلال أسابيع العدوان الإسرائيلي على غزة مع الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام سبع الخير أرا حضرتك وأهلا بكم على السبع الخير طيب فندم يعني الحقيقة أنه موقف المصري كان بيتطور مع تطور الأحداث وبعد ساعات قليلة جدا من عملية طفان الأقصى يوم 7 أكتوبر مصر خرجت ببيان واضح وصريح وحذرت من المخاطر الوخيمة لتصاعد العنف وكمان دعت كل أطراف الدولية الفعالة للتدخل مرورا كمان بالتأكيد على أنه أمنها القومي هو خط أحمر خني أبدأ مع حضرتك من هذا البيان متطور الموقف المصري على مدار أحداث غزة هو إحنا لو شفنا من البداية من بداية هذا البيان لغاية دلوقتي هنجب مصر أخذت أكتر من مصار في نفس التوقيت مطار المصار السياسي المصار التفاودي مصار الدبلوماسي وعلى الجانب الأقل المصار الإنساني اللي هو تقديم المساعدات يعني شفنا في البداية من بداية هذا البيان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالات بأغلب زعماء للعالم وأغلب القوى الفعلة في النظام العالمي ككل من أجل الوصول إلى حالة تهديئة وكان فيه تحذيرات كبيرة ورسائل كثيرة كان بيواجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمها يجب فورا طبعا الجلوس على مائدة المفاوضات طبعا الوقف العدوان بشكل سريع كل ما ازدادت فترة العدوان كل ما هيزيد تدخل قوة في المنطقة هيؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة لازم دخول المساعدات وتسهيل دخول المساعدات لأهلين في قطاع غزة وقف آلة العنف اللي بتنفذ كل يوم على المدنيين تصل إلى جرائم الحرب وما حدث داخل قطاع غزة طبعا الكل شاهد عليه كان فيه أيضا بعد هذه الاتصالات كان فيه قمة القاهرة للسلام اللي عقدت فيه العاصمة الإدارية وشوفنا الرئيس تحدث بشكل واضح وبشكل صريح أمام العالم كله على عدم تصفية القضية الفلسطينية ولن تصفى القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية ودي كانت رسالة مهمة جدا وقفلت كل السيناء وقفلت كل التفكيرات الغربية أو التفكيرات الإسرائيلية في محاولة تهجير الفلسطينيين وأهل قطاع غزة إلى سيناء وده هم كانوا بيخططوا لكده وثم بعد ذلك طبعا اتصالات الرئيس خلي بال حضرتك أن خلال الفترة دي كلها هنجد أن بداية تصريحات الغرب والدولة الغربية اللي كانت مسندة بشكل كبير لإسرائيل والإسرائيل منها أهمة تدفع عن نفسها تدفع عن أرضها تدفع عن المدنيين تحولت بناء طبعا على القوة المصرية الكبيرة في المجال السياسي والاتصالات اللي تمت خلال الفترة دي كلها هنجد أن الرؤية الغربية والعالمية والدولية كلها تغيرت إلى الوجهة المصرية اللي هو العمل على حل القضية الفلسطينية وده أول مرة نسمعها من عديد من دول حل القضية الفلسطينية بشكل أساسي حل الدولتين يجب أن يكون لفلسطين دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وإيقاف العدوان بشكل سريع جدا وعدم استهداف المدنيين والعمل على تسهيل دخول المساعدات احنا كنا شايفين في البداية الدور اللي كانت بتلعبه إسرائيل في قصف المعبر من تجاه رفح معبر المصري طبعا زي ما أكد سيدة رئيس أنه من اليوم الأول مفتوح وإن الشاحنات والمساعدات كلها كانت متواجدة من اليوم الأول احنا شايفين العربيات المساعدات كل ده كان متواجد ولكن إسرائيل حاول التعيق عايز أتوقف مع حضرتك السيد جميل عند هذه النقطة تحديدا لأنه مكسب مهم جدا من مكاسب إقرار الهدنة هو الجنب الإنسان لأنه القطاع على مدار 50 يوم بيشهد حالة من التدهور في كافة سبل الحياة صحيا واجتماعيا وغذائيا النهاردة كان من شوية معانا على الهوى في بداية الحلقة مدخلة من معبر رفح الزميل كريم بيبرز كان بنقلنا الصورة من هناك و150 شاحنة بدأنا نشوف الشاحنات بتدخل عبر معبر رفح من الجانب المصري هذا المكسب شايفه إزاي من الهدنة خاصة أنه الاتفاق ما بين الطرفين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطيني كان بينص على إدخال حوالي 200 شاحنة يوميا وكان في وعود من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه الفترة المقبلة حنشهد مزيد من إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية هذا الجانب كيف تدير الدولة المصرية الجانب الإنساني؟ هو الجانب الإنساني زي ما قلت لحضرتك هي كان على يعني كلها ماشية في نفس الاتجاه طبعا الجانب الإنساني ده كان مهم جدا بالنسبة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف المعاناة عن أهالينا اللي موجودين في قطع غزة ولو نتذكر أن الرئيس كمان والدولة المصرية رفضت دخول حامل الجنسيات الأجنبية إلى مصر إلا بعد فتح المعبر ودخول الشاحنات المواد الغزائية والإغاثية شفنا أيضا استقبال مصر لعدد كبير من المصابين وعلاجهم هنا والأطفال لحديث الولادة إذا كان مصر من اليوم الأول هي بتسعى إلى دخول المساعدات واستقبال المصابين وكان في شروط مصر حطتها وأعتقد أن الشروط اللي مصر حطتها دي استجابت لها حكومة الاحتلال وقدرنا أن احنا ندخل المساعدات بناء على الشروط المصرية للموضوع وأنا شايف أن في الوقت ده في الخمسين يوم مصر هي وجهة العالم ككل بشكل كبير قدرت أن هي تفرض الشروط اللي هي محتاجة أن هي تنفذها لتخفيف المعناة حتى الوصول إلى الهدنة يعني الوصول إلى الهدنة ده أمر ليس بالسهل يعني ده قدرة كبيرة للمفاوض المصري أنه يقدر يتفاوض على الوصول لهذه الهدنة بعد الخمسين يوم من حالة الضمار وأن الهدنة يتم أيضا ندها بهذا الشكل إذن فيه تأثير كبير من المفاوض المصري تأثير كبير للقوة والقدرة المصرية بشكل كبير وهو ده اللي احنا شفناه من إشادات أغلب زعماء العالم وآخره من الرئيس الأمريكي جو بايدل اللي دايما ما بيتصل بالرئيس ويسمن الدور المصري بل بيؤكد على يعني كان فيه الأول كلام زي ما اتكلمنا في البداية عن محاولة التهجير قال إن الولايات المتحدة الأمريكية يعني الكلام ده بعيد عنها تماما حكاية التهجير دي أو فكرة التهجير الجانب الإنساني ده زي ما بقول للحضرتك كان عليه عامل مهم جدا بالنسبة للمصر وكان الوقت الساعة بتفرق في دخول الشحنات وفي دخول المساعدات طبعا مع وصول الهدنة طبعا فيه شحنات كبيرة بتاريت تدخل وخاصة شحنات الوقود لإن ده ما كانش فيه وقود عندهم كانت المستشفيات فيها بتتأثر بشكل كبير لإن ما فيش كهرباء فالمحتاجة من المولدات تشتغل الأدوية وشوفنا أيضا الأطقم الطبية اللي بدأت تدخل من مصر أيضا لعلاج المصابين هناك وكل ده الدولة المصرية قدمته خلال الخمسين يوم ولم تتوانى لحظة عليه وده كان من أهم الرسائل اللي بترسلها دايما من مصر من خلال اتصالات الرئيس أو في خلال كل المؤتمرات الصحفية اللي أعلم فيها تسهيل دخول المساعدات العمل على دخول المساعدات وزي ما قلت لحضراتك أن مصر فرضت شروطها ونفذت بالفعل شروطها وقدرت أن احنا خلال الفترة دي أن احنا اتدخل نسبة كبيرة من الشحنات وفي الوقت الحالي طبعا مع الهدنة الشحنات بدأت بشكل أكبر بكتير أستاذ جميل خلينا أرجع لنقطة حضراتك تحدثت عنه وهي فكرة حديث سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي عن أن نزوح الفلسطينيين إلى الجنوب من ثم إلى مصر هو بمثابة تصفية القضايا الفلسطينيين خلينا نقول أن هذا المخطط هو موجود من زمان مش جديد ولكن ما شفناش قائد أو رئيس دولة أو شخص يعني لي حيثية رسمية خرجت بالفعل وتحدثت عن هذا المخطط بهذا الشكل وبهذه الشفافية وبهذه البساطة وشرحته العالم أجمع وده كان بمثابة بداية لوضع العالم أمام نفسه وأنه المخطط مكشوف ومفهوم ومعروف إيه اللي وراء وعلى جانب آخر كان في نفس الوقت خرج أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي تحدث أنه دعا الفلسطينيين للنزوح إلى الجنوب من ثم أيضا إلى مصر إذا كنتوا حابين أن تتجنبوا الدربات الجوية الإسرائيلية أو حتى أن تنجوا بأرواحكم وطبعا بغريزة البقاء بالفعل بعض الفلسطينيين أو بعض المدنيين في قطاع غزة تخوفوا إلى حد ما لكن بعد حديث سيادة الرئيس كان بمثابة نقوس خطر أو كان فوق أو يعني خلاهم يخدوا بالهم من هذا المخطط وتنفيذ المخطط وبالتالي شفنا كمان خروج مدنيين قالوا إحنا مش مشيين من قطاع غزة بالفعل عشان ما نكررش النجبة سؤيل حضرتك بالفعل لأي مدى قطاب سيادة الرئيس في هذا الوقت وهذه النبرة الحادة في هذا التوقيت الخطير كان لها مردود مش بس على القادة العرب ولا بس القادة العربية لكن أيضا المدنيين في غزة هو طبعا يعني كانت رسالة مهمة جدا ورسالة واضحة وصريحة أمام العالم كله من اليوم الأول أن ما فيش لن تصفق قضايا الفلسطينية على حساب الدولة المصرية ما فيش تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والرئيس شرحها أكتر من مرة في المؤتمرات الصحفية وكان الرئيس واضح وصريح حتى قال أن مع نقلهم إلى قطاع غزة أو وصولهم إلى سيناء مش هينفع يرجعوا تاني بلدهم فالقضية بالنسبة لهم هتم تصفيتها على الجانب الآخر الرئيس شرح أكتر من مرة وقال أن ممكن يتنقلوا إلى قطاع غزة فيبدأ الصراع من أرض سيناء مع إسرائيل فمصر في الوقت الحالي هتضر أن الصراع هيتنقل مع مصر إلى أرضها فكان كلام الرئيس واضح أمام العالم كله أمام المستشار الألماني لما قال لو محتاجين أنهم عايزين يهدروا عندهم صحراء النقب ممكن يهدروا فيها أهالي قطاع غزة لحين الانتهاء من اللي هما مفترض أنهم بيقولوا أنهم بيلحقوا أي جماعة كانت لكن كان الرئيس واضح وصريح وفي النهاية وضع خط الأحمر المزوح الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر ده خط أحمر ولن تقبلوا الدولة المصرية ولن تقبلوا الشقين الشق الأول عدم تصفية القضية الفلسطينية الشق الثاني لحماية الأمن القومي المصري وكان الرئيس واضح وصريح زي ما بقول للحضرتك وكان يعني العالم كله وقف لهذا السبب هتجد بعدها الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ ناخد نفس الاتجاه يعني ده من ثوابة السياسة المصرية أو من ثوابة التعامل مع الأزمة والحرب على قطاع غزة أيضا ثابت مهم جدا شفنا الفترة الأخيرة وكل زيارات يعني زعماء العالم وقادة العالم إلى القاهرة بدأ السيد الرئيس يؤكد على فكرة ضرورة حل المشكلة في حل الدولتين هذا الحل الغائب تماما عن المجتمع الدولي وأنه سبب الصراع أصلا أنه حتى الآن لم يحصل الفلسطيني على حقه المشروع في تقرير مصير وبالأمس كان فيه زيارة لرئيس الوزراء المجر والرئيس أكد على هذه الجزئية أيضا أنه ضرورة الاعتراف الدولي بفلسطين وإقرار حل الدولتين دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 67 أهمية التأكيد على هذا الثابت من ثوابت السياسة المصرية وكيف يمكن أن يفعل ضمن إطار مؤتمرات مستقبلية للسلام كحل أخير ووحيد للأزمة ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو أنا عايز أقول لحضرتك لو رجعنا من عام 2014 لغاية دلوقتي هتجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المؤتمرات الدولية أمام الجامعة العامة للأمم المتحدة في كل مؤتمراته الخارجية أول حديث بيتحدث عنه القضية الفلسطينية يجب أن يكون هناك حق للفلسطينيين في أرضهم دولة مستقلة دولة مستقلة ودايما الرئيس بيأكد على حدود الرابع من يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية لو رجعنا كل كلمات الرئيس هتلاقيها منذ 2014 لغاية دلوقتي إذا أراد العالم أن ينعم بالسلام فعليها أن يتم حل القضية الفلسطينية لازم نبقى عارفين أن في دولة احتلال دولة بتحتل الأرض اللي هي أرض فلسطين وبتنفذ على هذه الأرض كل أنواع القمع كل أنواع القتل لأصحاب الأرض نفسهم فلهذا السبب عشان تنعم المنطقة بالسلام ويحصل استقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم ككل يجب حل القضية الفلسطينية دي من ثوابت السياسة الخارجية المصرية وعقيدة رسخة في الدولة المصرية وبيؤكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما لازم عشان نحل هذه الأزمة يجب أن جميل على مؤتمر مال السلام قاهرة للسلام آخر فترة مقبلة يعني بيضم بعض الأصوات اللي في العالم دلوقتي اللي بتطالب ضرورة إقرار الدولة الفلسطينية هو زي ما بقول لحضرتك أن من بداية الأزمة لغاية دلوقتي هتلاقي فيه دول كتيرة غربية غيرت من وجهة نظرها وحتى التصريحات الرئيس الوزراء الأسباني هنا في مصر الرئيس أيضا أكد على حاجة قال طيب في الوقت الحالي يجب أن نعترف بدولة إسرائيل يعني لازم بدولة فلسطين أنا آسف يجب أن نعترف بدولة فلسطين أن يبقى فيه دولة فلسطينية متواجدة فلهذا السبب أعتقد أن خلال بالطبع المرحلة المقبلة أعتقد أن القاهرة هتشهد مؤتمر للسلام يضم هذه الأصوات وفيه تحركات طبعا إحنا شايفين التحركات السياسية شايفين الرؤية المصرية واستشرافها للمستقبل لأن مصر حذرت من فترة طويلة الرئيس حذر من فترة إلى قد تحدث أزمة زي دي واتساع أيضا دائرة الصراع ده هيسبب أزمة كبيرة في المنطقة طول ما استمر الصراع على الأرض طول ما هيكون هناك بالطبع أزمة في منطقة الشرق الأوسط تكتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحليل أرهم الأهراب نشكرا جزيلا شكرا لك بفكر ومحضور